النهاردة بنتكلم عن شرحات مايكروسوفت وورد النسخة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي نسخة 2019 ودي نسخة جميلة جدا ومليانة من الامكانيات الجديدة الرائعة يلا مع بعض نشوف هنقدر نتعلم ايه النهاردة طبعا انا افضل ان احنا نستخدم طريقة سهلة ان احنا هناخد كل قيمة ونشرحها في درس ان شاء الله طبعا في قوائم كبيرة جدا ممكن تحتاج مننا درسين لكل قيمة ولكن انا احاول ان انا اختصر المواضية واجيب لكم اهم المعلومات اللي لازم تتعلمها في كل قيمة بعد ما نفتح الورد هنلاقي اول قيمة هنتكلم عنها النهاردة هي قيمة فايل طبعا في ناس تقولك ايه قيمة فايل يعني قيمة فايل مفيش حاجة نتكلم فيها لا فيها حاجات كتيرة جدا وهنتعرف عليها واحدة واحدة دلوقتي هندوس على فايل هنلاقي طبعا في حاجة اسمها نيو ان انا بفتح ملف جديد لما بندوس نيو تمام؟ هيجيب لي هنا حاجة اسمها التمبليتس التمبليتس اللي هي النمازج اللي بيديهاني مايكروسوفت وورد ان انا اقدر استخدامها من ضمن النمازج مثلا ان هو بيديك نموذج لعمر سيفي بيديك بيزنس كارد بيديك بروت المعايدة بيديك 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 حاجات كتيرة جدا ممكن تستخدمها يعني على سبق المثال هنا مكتوب تحت هو لو انت عاوز حاجة في البزنس هجيب لك تمبليتس متعلقة بالاعمال زي ما انت شايف اهو لو انت عندك مطعم وتستخدم التمبليتس دوت اهو ممكن نفتحه ونبص عليه بسرعة كده تمام اهو جيب لك تمبليتس جميل جدا انت بتقدر تغير الصور وبتقدر كمان تغير التكست يعني هو بيديك الفكرة الرئيسية بتاخد انت اللي موجود عندك في التمبليتس نموذج وتغير في سواء الكلام او في الصور طيب ايه تاني عندنا مسلا هنا هو في التمبليتس دي برضو جزئة مهمة يعني انا بحب اشرحها واضحها لان دي مهمة جدا وممكن تسهل عليك حيات كتير في عندك الكروت مسلا الكاردس هنا هو لو انت عايز حاجة اسمها بيزنس كارد جايب لك نموذج اهو زي ما انت شايف للبيزنس كارد ممكن تكتب اسمك والمهنة والوظيفة اللي انت بتشغلها مجرد ما تعمل كريات هنا هو تقدر تشوف ادي البيزنس كارد لو انت عايز تحط صورة وبعد ادي الاسم وادي باقي المعلومات اللي تدع تحطها في البيزنس كارد دي جزئية جميلة جدا انت بيديك افكار سهلة تخش على طول وتكمل انت عليها من ضمن التمبليتس مثلا على سبيل المسال ممكن تقدر كمان تعمل هنا بحس يعني مسلا هنبحث عن سي في مسلا انا عايز اعمل سي في هيجيب لي نمازج سي في زي ما انت شايفين نمازج رائع ومنصقة بشكل جميل جدا يعني لو بصين على ده مسلا اهو هنا هنلاقي دوت للسي في تدع تحط صورتك انا اهو تشيل الصورة دي اهي وتحط صورتك بكانها وهنا اهو تحط اسمك بالكامل تمام ولو عايز تكتب باية بياناتك اه الجوب تايتل بتاعك الشركة اللي بتشتغل فيها هنا هو الكنتاكت ديتيلز يعني اه بيانات الاتصال التليفون والايميل والويب سايت ده كان في التمبليتس عشان كده بقول لكم الموضوع مهم جدا لازم تاخد بالك لانه هيسهل لك حاجات كتير طيب نقدر نعمل ايه تاني انا اقدر مسلا اعمل كروت معايدة يعني مسلا هنكتب بيرس دي مسلا ونشوف هيجيب لنا ايه من النمازج زي ما انت شايف جاب لنا نمازج جميلة جدا متعلقة باعياد الميلاد تختار النموذج اللي انت عايزه وهو مسلا نفس الشيء اهو عادي نموذج اقدر اشيء للصورة ديت تمام وحط الصورة بتاعة الولد او البنت اللي انا عايزها وبعدين بتكتب هنا اللي انت عايزه فيه كارت الميلاد ده كان كله متعلق بقائمة فايل في نيو ان انا ااخد التمبليت اللي انا عايز اشتغل عليها طبعا قائمة هنا هو بتقدر تفتح وتشوف الملفات القديمة اللي عندك الجميل كمان هنا بتقدر تربط بالوان درايف تمام لو انت مسجل الوان درايف عندك تمام وتقدر تفتح الكمبيوتر بتاعك وتشوف الملفات وتفتح اي ملف موجود عندك وهنا هوت كلمة ريسنت دي مهمة جدا للملفات اللي انت لسه كنت فتحها لو فرضنا ان انت قفلت الملف ومش عارف انت عامله سيب فين مخزنه فين مجرد ما بتدوس على ريسنت هنا هوت بيجيب لك الملفات اللي انت كنت لسه فتحها قريبا بالتاريخ هنا هو قدامها تعرف اخر ملفات كنت فتحها بدل ما تخش تدور وتوه جوا الجهاز طيب بعدين عندك هنا هوت قائمة الانفو دي اتمنى الحاجات المهمة جدا ان انت بتحدد حاجات متعلقة بالسيكوريتي بتاع الملف هنا لو انت عايز تعمل للملف بتاعك يعني تخليه ملف محمي بتدوس هنا هوت هنا ممكن تخليه يعني اللي يشتغل عليه يشتغل قراءة فقط ما اقدرش يغير فيه اي حاجة ممكن كمان تعمل حاجة اسمها يعني لو تدوست عليها هنا هوت تقدر تخلي الملف لا يفتحش الا وجود باسورد عليه يعني هنعمل مسلا اهو هنا مسلا قاعدة خلاص تسيب كده الملف لو انا عفلته تمام نحط مسلا هنا اي حاجة تمام ونختار له مكان ايان كان المكان الادى ماي كمبيوتر اهو نحط مسلا على الاف ونقول سيف ونقفل نروح للكمبيوتر عندي ونجيب الملف تاني ونحاول نفتحه ونشوف مكانه كان فين اهو هادي هاي تمام طيب الملف اللي احنا كنا عملنا عليه الباسورد كان هو اخر واحد ده تمام تعال نشوف نحط مسلا على الاف اهو اسمه تشيلسي سيف ونقفل الملف تعال نشوف هنا اهو نجيب ملف تشيلسي اهو زي ما انت شايف مش هيفتح الملف الا لما تكتب الباسورد اللي انت حاطت ها كانت واحد اتنين تلاتة اوكي انا اهو اعز بيقول لك الملف كنا احنا عاملينه فتقدر تخليه فقط اهو ادي الملف اهو اللي احنا كنا عملنا له باسورد عن طريق قائمة انفو بتخش هنا على البروتكتر دي اه الحاجات البسيطة بتقدر تتعلمها في قائمة اه فايل في انفو تمام هنا طبعا عندنا الحاجات السهلة سيف ادي سيف بيختار لك مكان يعني مثلا هنا هو تختار المكان اهمنا على اليسار اي مكان في الجهاز عندك دسكتوب والدولوتس والدوكومنتس او تختار مسلا جوة درايفرز السي او الدي هنا هو تقدر تغير اسم الملف تمام يعني تكتب اي اسم مسلا وبعدين تدوس على سيف تمام ده في سيف طب اي الفرق بين سيف و سيف از هنا هو لو انا عايز اكتب اسم جديد للملف يعني مسلا الملف زي ما انتم شايفين ده الملف هو مكتوب اسم واحد اتنين تلاتة اتنين طيب انا عايز اخلي النسخة دي بس عايز اعدل في نسخة جديدة عليها يعني هو معامل سيف از تمام وافتح كإني بافتح نسخة جديدة من نفس الملف اللي عندي بس هخليه مسلا تو تو مسلا سيف اهه نفس الملف بالضبط تفتح ولكن باسم جديد بدون مغير الملف القديم يعني انا كده عندي نسختين من نفس الملف ولكن الملف الجديد اللي انا عملت له سيف از اقدر اغير فيه اللي انا عايزه تمام هنغير مسلا اي تغييرات اهو التغييرات دي مش هتأثر على الملف الاصلي اللي انا فتحته في الاول ودي ميزة سيف از ودي ميزة مهمة جدا جريت الناس كلها تعرفها بحيس ان انت لو عندك ملف اصلي مش عايز اه تخربه او مش عايز تعمل عليه تعديل بس عايز تاخد منه نسخة جديدة فبتفتح البلف القديم وتختار منه سيف از فعلى طول بيروح ويعمل لك سيف از باسم جديد طب لدينا قائمة بيرنت دي البيرنترز لو انت عندك موصل بيرنت على του بيجب لك قائمة البيرنترز اللي عندك اللي هي الطابعات لو انت عايز تعمل شير بتقدر تفتح على طول هنا هوت وتختار اللي انت عايز تعمل عليه شير يعني ممكن تعمل شير بالاييميل لو انت موصل الاييميل على الاوفيس هنا هوت تمام تقدر برضو تعمل يعني تخوي الملف مثلا الى بي دي اف تمام او اه سيقة ال اكس بي اس تمام وتقدر هنا هون تعمل اغلق قبل ما تغلق طبعا بيقولك عايز تعمل سيف للتغييرات او don't save او cancel طيب نخش للي بعده في قائمة اكاونت هنا هو ديت المعلومات البيانات بتاعتك انت كمستخدم لي ده الاسم بتاعي وهنا هو الاكاونت بتاعي اللي شاري بي الاوفيس تمام وهنا هو الفيدباك لو انت عايز تبعد فيدباك للاوفيس وتيجي بقى على قائمة اوبشن دي قائمة كبيرة جدا محتاجين بس نعرف منها حكتين دلوقتي سهلينتين اللي هو اه في الادفانس هنخش هنا هوت على حاجة اسمها وهي تغيير الارقام كلمة هنا هوت متعلقة بتغيير شكل الارقام يعني مسلا لو اخترت هندي هتلاقي دايما الارقام بتظهر لك باللغة العربية يعني لو تعالى مسلا لو حولا نكتب هنا هوت اي رقم زي ما زي ما تشايفين هنلاقي الارقام بتطلع باللغة العربية طيب لو انا عايز اه اكتب بالانجليزي نخلي الارقام باللغة الانجليزية تمام هنخش مسلا على سيستم هتظهر لنا الارقام كلها بالانجليزي غير شكل الارقام من العربي للانجليزي مرة واحدة ولما بتكتب بتظهر على طول باللغة الانجليزية طيب لو انا عايز اخلي ارقام عربي وانجليزي مع بعض هنخش ونشوف نجيبها ازاي اهو نفس المكان والمرة دا هنختار هنا يعني حسب النص لو انا بكتب بالعربي الارقام هتطلع بالعربي اهو انا بكتب عربي لما بكتب الرقام جنبها طلعت لي بالعربي طب لو انا بكتب انجليزي الارقام اوتوماتيك هتطلع باللغة الانجليزية ليه لان انا عامل خيار اللي هو التغيير حسب النص اهو بكتب بالانجليزي طلعت لي على طول الرقم باللغة الانجليزية زي ما انتشايفين دي خيار ده مهم جدا للناس اللي عندها مشاكل في تغيير الارقام من العربي الانجليزي اول لما يكون عندهم ملف عايز يكتب فيه ارقام بالعربي وارقام باللغة الانجليزية بتكون عن طريق في ثم خيار ده كان رؤية سريعة لمايكروسوفت وورد وقائمة قائمة ملف وان شاء الله معايننا في باقي الشرحات لمايكروسوفت وورد ويريت ما تبقلوش علينا بشير وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله